مالي غلط مايه ما غير شعوفين كانوا حش كامل لي مايه بحال بحال ما كندنش الفرن بك يبقاوش فيه ويسأل بالبعنة كلها دبرا موصيكم ديرونا لايك كومون تيس وقبل ما امدوا بايتكم كاملين اندخلوا لقناة فتح الله بحباحي قناة مغربية تقدموا لخاصات افلام امريكية وعالمية طابعة شويقي وممتع وهذا الشي كامل بالدريجة العربية تعرابت اتمنى منكم تعاونوه ودعموه ودلوا ليه لايك وسبسكرايب وتكسبو ليه من طرف سين فليكس اتمنى قصة انا مع جيمي سوف يفق في الصباح ويمشي يلعب مع بنته الصغيرة ويبانبلي متعلق بيها بزاف ومستعد بشي يدير اي حاجة في حياته بشي يحميها ويخليها عند المربية ويمشي بشي يدير واحد العملية ديان البراكاج مع اخوه والعصابة دياله ويكون اخوه مايك متعود على السرقات ولا يخاف ويكون تضحك مع العصابة ديالهم والفبات الشي ومعندوش مشكل انه يقتلقى على الناس اللي في البنك غير بشي ياخذ الفلوس اما جيمي كانت هدية اول عملية عنده ذلك الشي علش كان مبغي ينفدل عملية بلا ما يضطر انه يقتل شي واحد وفي الوقت اللي سيصلوا للبنك ويدخلوا للبنكة ويدخلوا السلاح على الموضطفين وبطبيعة الحال سيكون العصابة كاملة لابس الأقنعة بشي يكشفوش لهويات ديالهم سوف يرسل صباعه ويقول لهم الكود الخزنة انا المدير سيجاوبهم بالزربة ويقول لهم الكود ولكن جيمي سيكفير ويقول لي بالذي سيقتله الى طلع عندك الكود الانضار انا المدير سيخاف على حياته ويقول لهم الكود الحقيقي في الخزنة فضل الحدى مايك سيغضب حيث المدير يضحك عليه وسيبقى يضربه اما جيمي والعصابة سيفتحوا الخزنة وسيبقى ويعمروا شوانط بالفلوس ويجمع الفلوس بالزربة قبل ان يوصلوا للبوليس ويشدوهم وسيزل المهمة بالسلام وسيخرجوا بشي يركبوا الموبيل ويهربوا ولكن السؤال الذي خرجوا من البنكة سيتفاجئوا بالبوليس محاصرينهم من كل جهة وسيضربوا معهم بالقرطاس وسيقتلوا لهم واحد من العصابة انا مايك و جيمي سيبقوا السلاح وسيبقوا يضربوا مع البوليس بالقرطاس وسيكونوا بجوجب بهم بحساب البوليس يجمع لهم ويجمع لهم بجوجة الخطاط وسيجبوا الأسلحة التقيلة اللي كانوا مخبيين ويبتوكي تصدوهم لهم وأخي كانت عندهم الفرصة بشي يهربوا مايك كان مقلق بزيف حتى قتلوا لي واحد من العصابة وكانوا بغيين تقامل البوليس ولكن في هذا اللحظة واحد آخر من العصابة سيأتي في قرطاسه وسيكون العصابة خطيرة من بعد جيمي سيأخذ خوفوا ذلك العضو من العصابة اللي في القرطاس وسيركبوه بالطموبيل بشي يهربوا ومن بعد جيمي سيقفوا في أحد البلاسة وسيبتلوا الطموبيل ديالهم وعندما يبتلوا الحوايج لا يبقوا عارفين مين سيأخذ لأن الصحب كانوا يأتي في قرطاسه وبطبيعة الحال جيمي سيكون مع السبب الزير وسيأخذ قتلوا جوج من أفراد الشرطة والبوليس كاملة يقلبوا عليهم دابا وسيأخذوا الطموبيل اللي هربوا بها وسيفجروا لكي لا يجعلوا دليل موراهم وبالليل سيأخذ العمائل للمخابرات سيأخذ فرانك المسرح الجريمة وسيأخذ القضية لكي أعرف ماذا يقع وسيأخذ فرانك بالعصابة كان لديهم أسلحة تقيلة ودروع تحميهم من القرطاس سيبقى يحقق مع شخص من الموظفات في البنكة وسيأخذوا واحد من العصابة اللي هجمت عليهم ولكن سيأخذوا لي بالذي كانوا خايفين ومركزوا مع تشي واحد والذي احترى العصابة كانوا دائروا الماسكات ومن بينيش وجههم فدلوا قيتها جيمي ومايك سيأخذوا عند طبيب صحبهم وإعجال عطم الأفراد العصابة ولكن مايك سيأخذ وانت سيأخذوا لذي كانت مني tooth ولكن الطبيب سيأخذهم وانت سيأخذوا ابداً وسيأخذوا بجيء انتجي ميوخو سيأخذوا الأموال لسرجع وانت سيأخذوا أنت طبيب سيأخذوا حياء الله يستطيع انفسهم ولكن بشرط سيأخذوا انه من نسبة كبيرة ديال الفلوس أنا الخوز سوف يوافقه حتى لا يوجد لديهم شيء آخر وعلى أغفلها سوف يدخل أحد البنت اسميتها بيرل والتي كانت تخدمته هي في البنكة سوف نعرفه بلية الصديقة جيمي والأم بنت دياله سوف يتغوط عليه و تعاتبه بسبب الفوضى الذي يدر في البنك ولكن جيمي سوف يأكد لها بكل شيء سوف يكون مزيار و لا يجب أن تقلق أنا الطبيب لا يستطيع يعالج صاحبهم ومايك سوف يقتل حالهم لديهم عن طبيب أخر يعالجه وبيرل سوف يتغوط معهم لتطمن على جيمي ذلك الشيء الذي كان سوف يركبه من الطموبيل و سوف يذهب عن طبيب الأخر وغير شاف معهم ذلك السيد الذي مصاب سوف يدخلهم الطار بالزربة لكي يعالجه فضل لحد التلفون جيمي سوف يتغوط عليه الطبيب الأول و سوف يقول لي بالسيد الذي سوف يقسلهم الفلوس طلب منهم 70% وحيث جيمي كان مزروب سوف يوافق بما يتشاور مع أخوه في نفس الوقت الطبيب الثاني سوف يتغوط مع مايك و سوف يقول لي صاحبهم مساحل يبقى عيش و خاصه يذهب إلى المستشفى ضروري أنا مايك سوف يعطي الفلوس و سوف يطلب منه لكي يتهنم الجدده و سوف يذهب مع أخوه جيمي بما يقول لي ما سوف يتغوط من بعد بيرل سوف يتغوط مع جيمي وهي خايفة ولكن سوف يؤكد لها جيمي بالذي الذي سوف يهرب أم الذي تهد الأبور سوف يتصل بها بالجيل عنده و سوف يقول لي أنه لديه خطة محكامة و سوف يحيش معها في أي قرية في جنوب أمريكا و لا سوف يصل يوم بتأسأل أحد الناس و سوف يخطي مع أخوه و سوف يقول لي أنه لا سوف يتغوط معه في هذه المدينة سوف يصل الرجال لذي سوف يتغوط لهم الفلوس في حد فهذا مايك سوف يتفاجئ من سبعين من المئة من الفلوس لهم وأخوة جيمي سوف يكون يعقد معهم الصفقة و لا سوف يتغوط وسوف يتغوط السلاح و سوف يتغوط معهم بالقرطاس وسوف يقتلهم مع أخوه و شخص و واحد مرواحد من بعد سيركبه في طموبيل أوبيرا هي اللي سيسوق لكي لا يشكوا فيهم في الطريق هنا واحد من الأفراد العصابة سيتواصل مع نوسي وسيقول لي بل جيمي وخوه قتلوا العصابة دياله والذي كانت أخوه فرد منهم فالوقت سيبقى ويستجوبوا ذلك الخائن اللي يبلغ على جيمي وخوه واخذ ذلك الخائن لم يكن يعرف الهوية جيمي ولكن سيقض لهم بليرهم أخوه من خلال التعامل الذي كانوا يديره مع بعضياتهم وسيقول لهم بل واحد فيهم كانت كي ويخطط لكل شيء من قبل أما الثاني كان متحور بصعيب التعامل معه وغير سيقول لهم واحد لو كانت في العنق ديال مايك سيأتي واحد من الأصدقاء ديال فرانك ويأتي بتصاور ديالهم بزوج وسيأكد لهم ذلك الراجل بالفعل اللي سرقوا البنكة هنا سيتحركوا بالزربة ويبقوا ينشروا تصاور ديالهم في المدينة كاملة لكي يشدوهم أما مايك وجيمي سيجعلوا البلاسات اللي كانوا فيها وهنا جيمي سيصدم أخوه ويأكدلوا بلي خاصهم يتفارقوا ويأتي برد القضية ويأتي حتى أخوه مايك لا يوجد مشكلة يموت في المعركة أما جيمي كان لحكس دياله كان بغي يعيش مع صديقته جيمي بعادين على الصدار أنا مايك سيتعصب على أخوه حتى الشيء كامل بسبب بيل فضل هذا جيمي ما سيستحمل هدرة دياله حتى يدرليه على صديقته ويبقوا يدربوا مع بعضياتهم ولكن على أخفلة سيأتي لعصابة النوسي ويقتلوا الطبيب ويشدوهم وعندما جيمي ومايك سيقعوا راسهم مربوطين مضربين ويبقى جيمي يعتذر صديقته بيل حتى شورتها في هذه القضية أنا نوسي سيتخلل عندهم ويبقى يهدر مع بيل ويبسل عليها أنا مايك سيتعصب ويهدر مع نوسي ويقول لي بلي هو اللي قتل أخوه ويبقى يستفزه ويتنمن على أخوه اللي مات لكي يباعد على بيل ويهدر معه ولكن نوسي سيكون فاهم هذا الموضوع ويعرفوا بلي بغيري بعد عليهم ويأكد لهم بلي فاضل بلاسا كان واحد الكمية كبيرة للمتفجرات ويبقى يهددهم بلي قد يدمرهم كاملين في لحظات قليلة أنا واحد من الرجال للعصابة النوسي سيجيبوا الحمد معين ويبقى يخوي على صاحبهم ويدوبوا تماما قبال تعينيهم من بعد نوسي سيهزدق الحمد ويبقى يحرقوا تهوه ولكن على أغفل مايك سيفكي ديه ويبقى يضرب سلاح وحتى جيمي سيقدر يفكي ديه ويشارك مع أخوه في هذه القضية ومن بعد ما قتلوا العصابة كاملة سيذهب مايك ويهزد الفردي ويقرب نوسي ويضربوا بقرطاسه للراس ويقتله من بعد سيخرجوا ويطلقوا العصابة النوسي اللي بقيين عايشين ويبقوا يضربوا معهم بالقرطاس ويقتلوهم ويهربوا للشاريع مايك سيطلب من أخوه جيمي كي يأخذ معه صديقته بيل ويهربوا ولكن في الوقت الذي كان جيمي وصديقته هربين سيتفجئ بالبوليس محاصرينه وانا بيل سيمنعه لكي لا يضربوا بالقرطاس لكي لا يقتلوهم ويكشي لي كان جيمي سيسمع الهدرة لها وينزل السلاح وفي الوقت الذي سيسلم رأسه البوليس سيضربوا مع العميل فرانك لكي يقولوا لماذا يريدون جيمي ولكن على الأخفلة سيضربوا المتهور مايك ويبقى يضرب البوليس بالقرطاس ويضرب أخوه بيل مرة أخرى ويجعلهم يهربوا ويبقى يضرب طموبيل فرانك بالقرطاس لكي يضربهم ويجعل أخوه يهربوا وصديقته هنا فرانك والبوليس سيضربوا ويجعلوا السلاح لكي يقتلوا مايك ولكن مايك لم يكن يخاف وسيبقى يضربهم بالقرطاس لكي يرجع لهم أنا جيمي سيشوف البوليس محاصرين أخوه وسيفكر يرجعوا ويعاونوا ولكن بيل لم يجعله يرشع ويتشيحي تشمايك يدير هذا الشي كامل غير على قبلهم لكي يهربوا من بعد فرانك سيحصر مايك من بعض اتجاهات وسيبقى هو والأفراد البوليس يضربوا مايك لكي يقتله ولكن مايك سيضربهم ويضربهم ويقتل منهم بثافة البوليس وسيقرب الوحد دار ويجعل يهرب منها ولكن فرانك والفريق لكي لا يجعله وسيضربهم بوحد القرطاس ويجعله في جنبه وخاك مايك سيقف ويكمل هروبهم وسيبقى يضربهم بالقرطاس لكي يشتطل انتباههم ومن بعد سيجعله في دار وسيشد واحد من الاتباع لكي يشده كراهيرة ولكن السؤال سيصل واحدة موبيل واحدة اخرى للبوليس وسيكون مايك متحاصر من كل جهة أنا مايك سيقفى يستفزهم ويقوت عليهم لكي يضربوا القرطاس ويقتلوا صاحبهم ولكن فرانك سيضرب له الثورة ويخرج لهم من الضرب الاخر ويضربه بالقرطاس فقد لقيته مايك سيكون تلفضل الفاس ديالور الاخيرة وكان قريب لكي يموت فقد لحد فرانك سيسهوله على خوف يمشى ولكن مايك سيكون تلفضل جيمي ماتس ومن بعد سيقفى بسبب القرطاس اللي جاء فيه وسيكونوا بوليس من باهرين حيث غيره بوحده قدر يقتل عدد كبير من البوليس فالوقيته جيمي وبيل سيكونوا راكبين في واحد الكار وخرجين من المدينة وعندما سيصلوا الى واحد المحطة سينزل جيمي لكي لا يبقى معاه في نفس الطريق ويشكوش فيهم أما فرانك سيقفى في المقار العصابة النوسي وسيشوفوا الدم في كل بلاسة ثم سيقفى السلسلة جيمي وسيسحب لهم بالمايك والمكان الذي لم يكن يكذب عليهم وبالما جيمي ماتس لكي فرانك سيقفى للدار بيل صديقة جيمي وسيبقى يهدر معها ويحقق معها وعندما سيلاحظ عليها الآتار الضرب سيسولها ولكنها سيكذب ويقول لي بالغير طاحت ولكن في الحقيقة سيكون هذا هو الآتار الضرب التي تضربها العصابة النوسي وعندما فرانك سيشوف الطفلة التي تربيها بيل سيفكر مزيان وسيطرر بشميد الخلاش للسيجن وأخي كان متأكد بأنها كانت تعاون جيمي وسيقول لي فرانك بأن تأوى عنده بنت ولكن بيناتهم مشاكل لأنه لا يكون معها ديما وهذا شيء بسبب الخدمة دياله أنا بيرل ستنصحه لأنه يهدر مع بنته ويفهمها الطبيعة الخدمة دياله ويحاول يتقرب منه في الوقتها لأنه لا يكون خدام وهذا شيء لأنه تكون فرحانة وتحس بأنه الأب ديالها قريب لها أنا فرانك سيخرج ويهدر مع صاحبه وسيقول لي لأنه قتله بيرل وسيقول لي بأنه لا يشدها في السيجن وهذا شيء حتى شراج له أخوه سوف يماتوا لقضية سنتات ومن بعد مدة سيكون جيمي ومراته بيرل قلسين في واحد الشاطئ في جنوب أمريكا وسيكونوا يدوزوا أسعد الأوقات في حياتهم من بعد ما أخذوا ذلك الفلوس اللي يسرقوا وعيشوا بها غير بزوج بيهم وسيتزوجوا وسيبقوا عايشين فرحانين مع بنتهم كانت هذه نهاية القصة كما معكم أخوكم سين فليكس تلاو اشتركوا في القناة